اهلا وسهلا بكم عزيزين طلبت التدربات الصف الثالث الزراعي المجال التصنيع الغزائي في حلقة جديدة من مواد التصنيع الغزائي طبيعا نحن الفترة الفاتية اتفانى مع بعض ان احنا معانا سلاسة طروع مادة الصناعات الغزائية، مادة العجان المغوزات、 مادة الحفظ وتصنيع اللحوم خدنا في الترم الاول سلاسة وحدات في كل مادة اتفانى ان احنا هنعمل مراجعة منها العملي وايضا النظر لان غالبا الكل بيهتم بيه المراجعة النظري وتناس تماما ان عندنا جزء عملي تقريبا عليه ما يقارب من نصف الدرجة وبالتالي مش هو مفتاح النجاح بل هو مفتاح الدرجات انها في مواد التصنيع الغذائي خدنا في الحالة السابقة مراجعة عملي للثلاثة وحدات الموجودة في مادة العجان والمخبوزات اذكرك تاني بسرعة كده عشان احنا عارفين وايفنا فين في المراجعة العملي احنا تكلمنا قلنا ان انت لما بتدخل بيقابلك المعلم بيبدأ اول حاجة بيسألك فيها كراسة النشاط وتدرجة مجانية بتبقى موجودة مع حضرتك على مدار العام وبالتالي قلنا من دلوقتي نستكملها بحيث تبقى جاهزة معنا في اخر العام الدراسي دي اول حاجة بتنطلب منك في الامتحان العملي تاني حاجة بتقابلك على طول بعد ما بتقف على البنش بتاعك مجموعة من النمازج كانت اول مجموعة او اول جزء من النمازج اللي بتطلب دمك اللي هي المواد الخام المستخدمة احنا عندنا طبعا منتجات عديدة في مواد التصناع الغزائية ومدام فيه منتجات ازا فيه خامات وبالتالي فيه ادوات ومعدات وبالتالي هتعرض عليك خامات ومش هتبقى غريبة واحنا شفناها مع بعض الحالة السهلة سهلة جدا لانها سواء مارسناها في المعامل او موجودة عندنا في المنازل او حضرتك بتجيبها من السوبر ماركت لانها كلها عبارة عن مواد غزائية يتم تناولها بشكل معتاد ويوم خصوصا في مادة العجان والمغبوزات بعد كده بيقابلك نموذج لمنتج مدام فيه خامات يبقى اكيد فيه منتجات ايضا من المنتجات منتجات كلها سهلة وكانت معروفة ايضا من ضمن الحاجات اللي هتقابلك مدام فيه خامات وفيه منتجات اكيد فيه ادوات انا باستخدمها عشان اوصل الخامات الى صورة منتجات وقالتلك ما تقلقاش خالص ما تخافش خالص من موضوع الادوات والمعدات لالبا وبنسبة 100% معظم المعدات والادوات هي اللي موجودة عند حضرتك في المعنى مش بتشوفها بس فيه الصف الثالث لا ده انت شفتها من اول ما دخلت الصف الاول فيه مواد التصنيع الغذائي ثم التخصص فيه الصف الثاني ثم التخصص فيه الصف الثالث بعد كده بتنهي بتجربة عملية بتيجي من نهاية كل واحدة في احدى المهارات المطلوبة منك في صناعة احدى المنتجات لكل واحدة طبعا خدنا الواحدة الاولى كالتعريف العجان بشكل عام انواع العجان ايضا المواد الخامل المستخدمة تأسرها بالسلب تأسرها بالاجاب ايضا خدنا تأسين العجان النفسس العجان السائلة العجان المططية العجان الجامدة خدنا المجميع الرئيسية اللي تنقسم منها العجان خدنا المواد المسؤولة عن تكوين العجان ايضا خدنا الطرق العجن اللي منها الطرق الحيوية وايضا الطرق الميكانيكية ايضا طرق الكيميائي بكده قلنا تقريبا الوحدة الاولى وبالتالي كان مطالب منك بعض المهارات اللي منها التفرقة من بعض نمازج العجائن اللي موجودة سواء كانت مططية او سائلة او جامدة او تدي له امثلة من المنتجات على احدى هذه الانواع من العجان وبالتالي كان ممكن تدي له صناعة مثلا الكيك اضيلا صناعة الخمز البلدي في العجان السائلة صناعة العيش البجد صناعة الفين صناعة البقصمات صناعة القرص في العجان المطاطية ايضا صناعة الكحك صناعة البسكويت في العجان الجامدة وبالتالي ده كده مجمل واحدة الاولى ايضا بالمهارات اللي عملية بتاعتها الواحدة التانية كانت عبارة عن ايه كانت عبارة عن صناعة الماكارونا والنودل اكيد خط المواد الخامل المستخدمة في عملية التصنيع سواء من ديئ سيميت سيمولينا اللي هو الامح الديورم القوي او من ديئس خلاص نوع 90% من الامح ايضا الاقمح ذات الارتفاع في ضربة البروتين اللي بتصل في بعض الاحيان الى الى 14% وبالتالي ايضا خدنا طرق العجن المختلفة سواء العجن بالماء بارد او بالماء الساخن الفارق بين الاثنين ليه بمميز العجن في المكرونة او عملية العجن بتتم بيه الماء الساخن ايضا خدنا الفرق بين العجنات الافقية والعجنات الرئاسية ولنا بيستخدم عجنات افقية في عملية التصنيح حتى مراحل التصنيع ايضا مراحل عملية التسوية اللي عبارة عن افران التكفيف او انفاء التكفيف اللي بتبدأ بحرارة منقفضة ثم حرارة اللي هي النهائية فيها المتصف ثم حرارة مقفضة مرة اخرى خدنا العيوب الشائعة في صناعة ايضا المكارونا خدنا نسب الامتصاص للمكارونا نسبة الفقد فيها الطهي فيه المكارونا وبالتالي ايضا مطالب احدى التجارب العملية في نهاية الوحدة اللي من ضمنها ممكن نقول لنسبة الامتصاص النسبة اللي في قدف الطهي فيها عينتين من المكارونة وارد دي يجي منها مهارة من المهارات في الامتحان والتي تبقى عليها عشر درجات كمه الواحدة التالتة ايضا عبارة عن صناعة الحلوة الشرقية عرفت صناعة الحلوة بشكل عام العوامل التي تودي الاختلاف انواع الحلوة واللي بتديني تأسيمات المختلفة سواء التأسيم المكاني او التأسيم التجاري او التأسيم على حسب النسبة اكبر في التصنيع وبالتالي خدنا ايضا انواع المواد الخام المستخدمة الا على رصال السكريات اللي منها تقريبا 13 او 14 نوع من السكريات سواء كانت سنائية او سكريات احدية او بعض السكريات طبيعية زي العسل الاسود او عسل النح خدنا تصنيع حلوة دقيق زي البسبوسة زي البسيمة زي الزلابية زي الهريسة خدنا ايضا حلوة المولد النبوة على رصال حموصية السمسمية الجوزية الفولية وعرفتنا درجات الحرارة بتستخدم ازاي في عملية التفرقة ما بين منتج ومنتج ايضا نسب اضافة ما بين السكر الصناي والسكر الروحاري ازاي اخلف بيها انواع المنتج اللي موجود عندي فوارد جيلي مهارة في الامتعان تصنيع احدى هذين ايه هذي المنتج ده كده كان الشق العمل اكيد النهاردة هنستكمل عشان الرؤية كاملة عند حضرتك يبا انت شايف الجزء العملي وكمان واخد الاسألة في الجزء النظري على الجزء ده من الدراسة للتلات وحدات الاولى تعالوا مع بعض نبدأ اول الاسئلة على الوحدات التلاتة سواء كان الوحدة الاولى او التانية او التالتة وبالتالي يبقى اداء الترم الاول تعالوا نشوفك هنا مع بعض نمازج الاسئلة بشكلها اول سؤال عندي يقول لي اذكر الغرض من مياتي اضافة البيض عند صناعة المكارون تاني اذكر الغرض من مياتي اضافة البيض عند صناعة المكارون وانا امسر قد تبضيف البيض ليه عند صناعة المكارون اعجاب القيمة غزائية لأي منتج يدخل فيه فبالتالي سواء كان في صناعة المكارونة أو الصناعة العجل والمجوزات فالبيت بيدي لي قيمة غزائية كمان بيدي صفات طهي جيدة في المكارونة اللي يدخل فيه تصنع كمان بيديني اللون الجيد لنتعرف اللون المكارونة اللون الأصفر الكهرماني وبالتالي انت محتاج تدي اللون الجيد في عملية التصنع مع بعض الاجابة اهراض اضافة البيض عند صناعة المكارون. واحد رفع القيمة الغذائية للمكارون المنتجة لان انت هتدعمها بجزء من البروتين. ايضا اكساب المكارون المنتجة اللون اصفر جذاب اللي هو اصفر الكهرماني الميز للمكارون. ايضا من ضمن حاجات المهم ان يديني صفات طهي جيدة. يعني اثناء عمليات الطهي يديني صفات جيدة. يمنع عمليات الايه? عمليات التعجوة. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اخر من الاسئلة اذكر الغرض مما ياتي اضافة مواد الرافع في صناعة عجان المكوزات. يعني بس تركانة مواد الرافع. يعني ايه كلمة مواد الرافع? كلمة مواد الرافع هي عملية ادخال الغاز داخل ايه? داخل منتجات العجان والمكوزات. وقلت في اكتر من طريقة لادخال الغاز. يا اما طرق ميكانيكية بتستخدم فيها زراع العجان بشكل ميكانيكي او ضرب ميكانيكي سريع فبيدخل الهواء. وايضا فيه طرق اخرى. يا اما باستخدم الخميرة. يا اما باستخدم المواد الرافعة الكيميائية. سواء استخدمت الخميرة او استخدمت المواد الرافعة الكيميائية. الهدف ان انا ادخل غاز داخل العجان بتاعتي. عشان ادي ايه? ادي اما غاز الاكسوجين. غاز ساني وكسير الكربون. غاز النشيادر. عشان ادي في إنها زيادة في الحجم وقوان هاش يبقى إذن عمليات الرفع هي عمليات تهوية هي عمليات إدخال غاز داخل المنتجات اللي موجودة عندي في العجان والمغبوزات سواء دخلت سنوكسير كربوم سواء دخلت أكسوجين سواء دخلت النشادر ففي كلتا الأحوال استخدمت الخميرة استخدمت المواد الرفع الكيميائي إثناء عمليات التسوية هينفرد الغاز ويدخل داخل المنتج بتاعك وبالتالي هيدين زيادة في الحجم بتاعي وهيدين القوان الهاش تعالوا نشوف كده الإجابة أن موزاجية بتبقى شكلها بنقول الغرض من استخدام مواد الرفع لأن مواد الرفع لها القدرة على تكوين غاز ساني أكسيد الكربون أو النشادر أو الأكسوجين داخل المنتجات وبالتالي تزيد من حجمها وتجعلها مسامية زاد قوان سفنجي هاش يبقى غرض أساسي أن نعمل عملية زيادة في الحجم ودي قوان الهاش داخل المنتجات العجان والمغبوزات تعالوا نشوف مع بعض السؤال التالي بقول لي أكمل من مياتي غالبا في بعض الامتحانات لازم يجي لأسئلة من أسئلة أكمل من مياتي بعبارة مناسبة أول عبارة معايا بتقول إيه؟ من مميزات الحلوة الشرقية أن تكون سهلة نقط ولا يتبقى منها شيء عند نقط في الفم أه تكون سهلة إيه يا نصدر؟ أه سهلة التخصف سهل أن أنا أقطعها بالبعنى الدارج بتاعي أن أنا أقطعها إيه؟ بسهولة سهلة عملية التخصف أو القطع طب هو إيه حصل لها إيه لما بدخلها في الفم؟ أه لا يتبقى منها شيء عند استحلابها في الفم لما أعملها عمليات استحلاب في الفم أو عمليات مضغ في الفم تعالوا نشوف مع بعض كده الإجابة سهلة التخصف لا تبقى منها شيء عند إيه؟ عند استحلابها في الفم تعالوا نشوف العبارة اللي بعد كده عند استخدام الماء البارد في صناعة الماكرونة ينتج عجاء النقط بينما الماء الساخن ينتج عجاء النقط أنا قلت لك أن الماء الساخن بيديني عجاء طرية عجاء لينة عجاء سهل لتشكلها أما الماء البارد بيديني عجاء إيه؟ عجاء جمدة لذلك إحنا دايما نقول فيه سؤال آخر يقول لك علم يفضل استخدام الماء الدافئ عند صناعة الماكرونة تعالوا نشوف مع بعض الإجابة هنا بيديني عجينة جافة أو عجينة جامدة أو عجينة إيابسة كلها معاني تؤدي إلى نفس الناتج بتاعي بينما الماء الساخن ينتج عجاء طرية عجاء لينة تعالوا نشوف السؤال الآخر أيضا أكمل بعبارات مناسبة عند استخدام طريقة شارليوود في إنتاج العجان لا تحتاج إليه أرجع تاني افتكر طريقة شارليوود طريقة شارليوود هي من الطرق العجن الميكانيكية المستمر تاني من طرق العجن الميكانيكي المستمر بتعتمد عليها يا مستر بتعتمد علي عمليات الضرب الشديد وإدخال الهواء وفي بعض المصانع إدخال سائل للتخمير وبالتالي أنا قلت من أهم مميزات أنها بتوفر في الوقت ليه بتوفر في الوقت يا مستر لأن الناتج اللي بيطلع على طول دايرك أنا ما بعملوش عمليات تخمير ما بحتاجش فيه إلي عملية تخمير فمش هحتاج إلى وقت عشان الخميرة اللي أنا حطيتها تشتغل وبالتالي عشان ما وصلش لإدخال الغاز بالشكل بالشكل الحاوي أنا هنا بدخل الغاز عن طريق عملية الضرب الجيد أو الضرب الشديد بزراع العجان فإذا أنا هنا ما بحتاجش إيه ما بحتاجش وقت فإذا أنا مش محتاج عملية إيه عملية تخمير تعالوا نشوف كده مع بعض الإجابة عند استخدام طريقة شارليوود لإنتاج العجائن لا تحتاج إلى عملية إيه إلى عملية التخمير العبارة التالية بتقول لي يعتبر الجلوكوز من السكريات نقط بينما أنشى من السكريات نقط خد بالك لما أنا جيت أديك السكريات في وحدة أو في باب الحلوى الشرقية قلنا نفيه أكتر من تأسيم للسكريات من ضمن تأسيم السكريات التأسيم الكيميائي اللي أنت كراجل فني معني به وقلت لك منه ثلاثة أنواع رقم واحد السكر الأحادي الذي لا يمكن تجزعته إلى من أمز الذي طوز وبذكر أنا أوص سكر بالتالي فاك دا بتعني بعبار سكريات هنا أياحنا يعني إيه أكتر من ال عشر واخر أكتر أحوز روكس يالتخ سوء سناتس سوء أكتر أو هنا أياحنا أحد أحوز موت مع أكتر ألبا خل موت موت تد الترس الإلام واسها النشا شوط أس دي تع سوء عاق إذن لو أقل ما يقرد جلوكس من السكريات إيه خلاص أنا كده عرفت ده من السكريات الإيه الأحادية يبقى ده من السكريات الإيه الأحادية دي الإجابة بتاعتي أما النشا بينما النشا من السكريات الإيه المعقدة السكريات المعقدة الإيه التركيب سؤال آخر عبارة عن إيه يا مصدر wakes up العجان السادية عبارة عن خليط من الدقيق وكمية مساوية له من الماء يعني لو حطيت كيلو من دي قدامي لتر من الماء تاني هي كمية من الدقيق أو نتق خلط كمية من دي العجان السالية وكمية مساوية لها من الماء مع إضافة الخميرة الخباز أو المواد الرافعة الكميائية أمثلة لها يا مصدر لو انا استخدمت خميرة الخباز او الخميرة الجفء او الخميرة الطرية فانا رايح لي صناعة الخفز البلدي نوع من انواع العجان السائلة لو انا ضفت مواد رفعة كميائية فانا بتجه الى صناعة الكيك نوع من انواع العجان السائلة يبقى اذا العجان السائلة هي خليط من كمية من الديئ وكمية مساوية لها من الماء تعالوا نشوف الاجابة مع بعض تتكون من خليط متساوي من الدقيق والماء ويستخدم لتهويتها اللي يدخل الغاز فيها خميرة الخبيز او مسحوق الخبيز ويمكن احلال البيض واللبن بدلا من الماء ومن امثلتها الخبز البلدي والكيك بانواعه المختلف ده اول نوع هو تعريف العجان السائلة تعالوا نشوف مع بعض العجان المطاطية العجان المطاطية اذكرت تاني هو ناتج خلط كمية من الديئ ونصف وزنها من الماء يبقى اول فرق بتتضح ما بين العجان السائلة والعجان المطاطية هي ناتج خلط كمية من الديئ ونصف وزنها من الماء لو هستخدم كيلو من الديئ عندي خمسمائة ملي لتر من الماء يعني نصف الوزن بتاعي هنا من الماء انا بستخدم في الماء يا اما هوزن يا اما هستخدم ايه حجوم فانا هستخدم نصف لتر من الماء لكل كيلو ايه مضاف وبالتالي ايضا ممكن اعمل ايه ممكن استخدم خميرة الخباز او المواد الرافعة على حسب نوع المنتج اللي انا هصنعه على رأس المنتجات الشهيرة لها عندنا الفينو القرص عيش الباكت كل انواع الخبز الافرنجي تقريبا من العجان المطاطية يمكن احلال جزء من الماء بالبيض واللبن لاني بيديني عملية السيولة او القوام السائل يبقى دي تعريف العجان المطاطية تعالي نشوف مع بعض كده التعريف تتكون من خليط من الدقيق ونصف وزنه من الماء ويتم تخميرها باستخدام او ادخال طبعا غاز فيها باستخدام خميرة الخباز من امثلتها الخبز الخاص خبز الشاي البقصمات الفينو تعالي نشوف مع بعض العجان الجامدة العجان الجامدة هي خليط او كمية او اضافة كمية من الدقيق وسلس وزنها من الماء كده اتضح الفارق ما بين العجان السائلة والمطاطية والجامدة هي في نسبة اضافة الماء الى الدقيق العجان السائلة كمية من الدقيق وكمية مساوية من الماء العجان المطاطية كمية من الدقيق ونصف وزنها من الماء العجائن الجامدة هي كمية من الدقيق وسلس وزنها من الماء طب هنا يا مصدر السؤال تاني اللي بيتبضل لزهن الجميع هو سلس الكمية من الماء هي الديني خلط وعجن متناسق ولذلك في العجائن الجامدة يستبدل بجوزء كبير جدا في عدم وجود الماء بالدهون لذلك على رأسها صناعة الكحك أو صناعة البسكويت اللي قد تصل الدهون في بعض الاحيان الى 50% و30% في صناعة بعض انواع البسكويت وبالتالي انا بضيف الدهون اولا على الدقيق اللي موجود عندي كنت باستخدم بقى جزء من المواد الرفاعة او استخدم جزء من خلالها حسب نوع المنتج ثم بضيف كمية الماء اللي موجود عندي سواء كانت ماء او بيض او لبن يبقى اذا انها بضيف كمية عالية من الدهون عشان اعمل عمليات عادل وتناصق العجينة اللي موجودة عندي لان نسبة الماء تقريبا بتصل الى السلس فقط تعال نشوف مع بعض التعريف بقول لي تتكون من خليط من الدقيق وسلس وزنه من الماء ويضاف اليها نسبة عالية من الدهون من امثلاتها عجان البسكويت والكحك تعال نشوف السؤال اللي بعد كده سؤال اخر بقول لي اذكر الغرض من مياتي استخدام عسل النحل في صناعة الحلوة الشرقية طبعا انا اصغرت انواع عديدة من السكريات في صناعة الحلوة الشرقية ولكن انا قلت لما بستخدم العسل النحل باستخدمه بيعمل اكتر من ميزة في الاستخدام رقم واحد هو بيرفع من القيمة الغذائية لمنتجات الحلوة الشرقية اضافة عسل النحل بيرفع لي من القيمة الغذائية نظرا الاحتوائي على نسبة جبيرة جدا من الفيتامينات والاملاح المعدنية كمان فيه جزء مهم جدا في عسل النحل انه بيرفع لي من القيمة السعرية للمنتج بتاعي يبقى دي اغراض اضافة عسل النحل في صناعة الحلوة الشرقية تعال نشوف الاغراض مع بعض رقم واحد رفع القيمة الغذائية والتسوقية بيرفع لي اللي اتنين قيمة غذائية وقيمة تسوقية كمان متوافر على مدار العام سهل اننا الاقيه على مدار العام كمان الفائد الطبية والعلاجية مثل علاج التهاب الزور والكحة نظرا لوجود بعض الفيتامينات والاملاح المعدنية الموجودة فيه ايضا يطفي لمعان على الحلوة التي يدخل في صناعة هذه اغراض اضافة عسل النحل في صناعة الحلوة الشرقية السؤال اخر اذكر اهم العيوب الشائعة في صناعة الحلوة الشرقية اخذ بالك فيه عيوب عديدة في صناعة الحلوة الشرقية قد تظهر نتيجة اما سوء عملية التصنيع او رضاءة الخيمات المستخدمة في عملية التصنيع او ايضا كمان استخدام ادوات غير نظيفة في عملية التصنيع قد هذه العوامل الثلاثة يوجدوا نوع من المنتجات غير جيد يظهر بها عيوب شديدة على رأسها عمليات امتصاص الماء عمليات التعجن الحلوة الضربة في الصمار عمليات عدم الاستحلاف في الفم الحلوة المتعجنة دي كلها انواع عديدة من العيوب الشائعة في صناعة الحلوة الشرقية ايضا عمليات التسكير بجميع انواعها كل دي عيوب بتنتج نتيجة عدم خلط جاية او خامات رضيئة او ادوات غير نازية اذا شوف كده بعض مظاهر او بعض العيوب الشائعة في صناعة الحلوة الشرقية واحد بيقول لي الطعم الرضيق طبعا طعم رضيق نتيجة خامات طبعا رضيئة الطعم الناي نتيجة عدم اجتمال عملية النضج والتسوي الطعم الغير مستساغ نتيجة ايضا استخدام بعض الخامات الغير جيدة في التصنيع اللون الغير مرغوب يا اما خامات غير جيدة يا اما تسوية زائدة عن الحد ادتني اللون اللي احنا بنسميه لون الكرامولة او لون المكرنر نتيجة عملية الطبخ الزائد عن الحد يبخلي بالك لو انت طبخت زائد عن الحد يديني تغير في اللون الى اللون البني الداكن او اللون الاسود في بعض الاحيان نتيجة زيادة تفاعل عن الحدود الدنيا والحدود الزائدة ايضا لو انا سويت اقل فيديني الطعم الني او يديني حلوة متعجنة نتيجة زيادة نسبة الرطوات العيوب ايضا الحلوة الصمراء اللون المزاق الخشن بيانتج نتيجة عدم الخلط الجيد للخيمات الحلوة المغمورة بيكون فيها نسبة الزيت اعلى من اللازم او نسبة الدهون اعلى من اللازم ايضا الحلوة الجافة وبالتالي نسبة الزيت فيها والدهون اقل من اللازم دي كده تقريبا مجمل عيوب الحلوة الشرقية اذكر اهم العوامل التي تؤدي الى اختلاف نوع الناتج من الحلوة ارجعك تاني وذكرك انا قلت لك واحد بيسألني سؤال وليا كانت الحلوة اصلا عبارة عن ايها وصلا بشكل عام مش حلوة الشرقية بس قلت لك هي عبارة عن خليط من السكريات خليط من السكريات قد يضاف اه بعض انواع المواد الاخرى لو انا بعمل حلوة دي اخ دقيق مثلا لو انا بعمل حلوة شقراطة مثلا لو انا بعمل حلوة طمور ايضا امثلة ديها لكن في الغالب هي خليط من السكريات بتطبخ مع بعضها على دراجات حرارة معينة ايضا بيضاف اليها حمض الستريك بنسب معينة عشان تديني في النهاية انواع مختلفة من الحلوة وسألت السؤال البديهي كل ابننا بيسألونا لما هي كلها عبارة عن سكريات ازاي حط سكريات مع بعضها تديني مئات بل آلاف الانواع من الحلوة بتشوف دلوقتي لما تنزل السوبر ماركت بتلاقي انواع عديدة من الحلوة اكيد في عوامل تؤدي الى اختلاف نوع الناتج من الحلوة قلتلك الرقم واحد من العوامل هي اختلاف نسب اضافة السكر الاحادي الى السكر السناي غالبا بنستخدم نوعين في السكر في التصنيع سكر سناي مع سكر احادي وانا قلتلك ليه قبل كده باستخدم سكر احادي مع سناي عشان امنع عمليات تكون بلورات كبيرة في الحجم وكون بلورات دقيقة في الحجم على حسب نوع المنتج لان في بعض الاحيان بنحتاج منتجات من الحلوة خصوصا الحلوة البلدية او الحلوة الافرانجية محتاجين فيها جزء من الايه من الترميل او البلورات الايه الاكبر حجما على سبيل المثال كان من ضمنها مثلا الفندان النعم والفندان الايه المتبلور مثلا ده سبيل المثال المارشاميلو النعم والمارشاميلو المتبلور يبعزا اختلاف نسبة السكر احادي الى السنايه الديني مثال ارابلي يا مصدر لو انا هعمل كيلو من الحلوة باي نوع من انواع الحلوة سواء اعمل حموصية سمسمية هعمل حتى حلوة افرانجية زي المصاصات والدروسات فلو هستخدم كيلو من الحلوة او هعمل كيلو ناتج من الحلوة فانا مفروض بحط جزء من السكر السنايه الى السكر الوحادي فلما حط الناس على سبيل المثال 800 جرام سكر السنايه و 200 جرام سكر احادي يديني ناتج من الحلوة لما اعمل 300 جرام الى 700 جرام من السكر السنايه يديني ناتج من الحلوة لما اعمل 600 جرام من السكر السنايه الى 400 جرام من السكر الوحادي اللي هو جلوكوز على سبيل المثال يديني ناتج اخر من الايه من الحلوة دي نسبة او درجة او نسبة اضافة الحمض نسبة اضافة الاحماض العضوية تلك غالبا احنا بنستخدم احماض عضوية وعلى رأسها حمض الستريك اللي هو بيجي تاني من يا مصدر بيجي من عصير الليمون وبالتالي حمض الستريك هيكت نسبة اضافته كام يا مصدر 3 جرام الى 4 جرام لكل كيلو جرام ايه اه ركز معايا كل كيلو جرام من السكر دائما ينصب حمض الستريك في الاضافة الى السكر خصوصا في المواد التي فيها نسبة عالية من السكريات كان على رأسها في مادة الصناعات الغذائية لما كنت اذكرك تاني لصناعات المربى الجلي المرملاد قلتلك اوعدت لغبة دائما ينصب اضافة الحمض الى السكر ايضا في صناعة الحلوى الشريعة بنستد دائما اضافة الحمض الى السكر ليه مصدر لان حمض الستريك دوره الاساسي هو عملية احلال مائي بالاحماض للسكريات الصناعية الى وحدات اولية على سبيل مثال السكريات بحلق الى جلوكوز وفرق توز ومنع عمليات التسكير والترميل في الحلوى النتيجة او المنتج الناتج وبالتالي كل ما بعمل عمل عملية اضافة لنسبة من حمض السكر فانا بخلف نوع الناتج لان انا بزول او اقلل نسبة البلورات في السكر اللى موجودة عندي فكل ما زود او اقلل نسبة للبلورات ادي نوع مختلف من الناتج اللي موجود عندي يبا اذا عندي اول حاجة اضافة سكر وحادي راسوني ثاني حاجة اضافة احمد عضوية مش دول بس السببين يا مصدر اللي بيدون الاختلاف الهائل ده في عندي كمان اسباب اخرى السبب التالت هي عملية الطبق درجة حرارة الطبق اديني امثلة يا مصدر عشان ما تكشي من حضرتك اه درجة حرارة الطبق بتخلف نوع الناتج ادتك امثلة قبل كده ادتك على سبيل المثال الملبن والنوجة انا همش معاك بالايه بيحسب القوان الملبن النوجة الكراملات الضروبصات الاقراص المضبوطة اللي ارحم مصيحة والسمسمية كل ما برفع درجة الحرارة بنزع اكبر كمية ممكنة من الرطوبة وبالتالي بدي نوع الناتج جاف من الحلوة اللي موجودة عندي كل ما ابقي على نسبة من الرطوبة اللي موجودة عندي وقلل درجة حرارة الطبق فبدي منتج لين طري الملبن مثلا درجات الحرارة من 8-20 درجة وبالتالي انا بنزعش اكبر كمية ممكنة من الرطوبة ارفع شوية من الحرارة فان اروح للنوجة فانزع جزء من الرطوبة ارفع شوية فان اروح مثلا للمساسات للدروسات للكراملات بارفع ايضا حجم او انزع اكبر كمية من الرطوبة برافع درجة الحرارة فانا ممكن اروح للاقراص المضبوطة زي السمسمية زي الحموصية زي الجزي دول التلات عامل بس يا مصر لا فيه عامل كمان عملية التبريد يا مصر قول درجة حرار التبريد بتفرق معاه فيه اذكرك تلك الباجل لما بتساوى على النار بينزل على الرخان بتاعي او على استل ستين مزدوج الجدران فيه ماء بارد عشان ابرد القرامولة اللي موجودة عندي كل ما بطول فترة التبريد بتاعتي واعمل عمليات تقليب زيادة اللي احنا بتسميها بالمعنى الدارج في الحلوانية لعملية التجليز واخراج وتبريد باجل الكرامولة اللي موجودة عندي كل ما بكون واسمح بتكوين بلورات من السكر فاخلف نوع الناتج اللي موجود عندي دي عوامل اربعة تؤدي الاختلاف نوع ناتج الحلوى سواء الحلوى الشرقية او الحلوى بشكل عام السؤال الاخر تكلم باجازة عن تأثير كل من المكونات التالية على خصاص العجال السكر اللبن الدهن تلك ان كل منتج من المنتجات له مجموعة من الخامات وغيالبن الخامات لها تأثير سواء بالزيادة او بالنقص في المنتجات اللي موجودة عندي تعالى نشوف مع بعض كده اول حاجة اللي هي السكر والسكر لو كنت بستخدمه في ايه تاني اذكرني اه السكر كان من ضمن فوائده بيديني اولا اللون الزهبي بتاعي الجيد كمان هو مصدر للخميرة لو انا اعمل عملية ادخال غاز يبقى اذا انا هنا بستخدمه كمصدر للتغازي للخميرة عشان ادخل غاز في المنتج اللي موجود عندي طب لو انا محطتوش بالنسبة بتاعتي اه الحجم بتاعي مش هيزيت يبقى اول حاجة الحجم مش هيزيت طب لو انا محطتوش بالنسبة المزبوطة يا مصر اه هيعمل لي ايه هيعمل لي لوم باهت يبقى دي من ضمن القصار السلبية في عدم الوصول للكمية الايه الكمية المناسبة طب لو انا زودت بقى اه لو انا زودت يحصل هبوط من المنتصف خصوصا لو انا مصنع نوع من انواع الكيكات يبقى في حالة زيادة نسبة السكر تكون القوة اللازمة اللي رفع اكبر من القوة الموجودة منه اللي هي الجلوتين بتاعي اللي موجود عندي والالبومين فيسبب صدمة ففي صناعة الكيكة على سبيل المثال هيحصل هبوط من المنتصف طب لو انا قللت فيه النسبة السكر المضافة عن الحد اللازم اه يعمل لي صغر في الحجم ويديني اشرى لونها باهت اولا مش هيدخر غاز مش هيديني زيادة في الحجم بتاعي وهيديني اللون الباهت مش الاصفر الزهبي المميز للعجل احنا نشوف مع بعض تأثير الدهون او تأثير اللبن الاول اللبن بيديني قيمة غزائية في المنتجات اللي موجودة عندي وخد بالك وان هو من انواع السوال اللي بيتم استبدال الماء باللبن فبيرفع من القيمة الغزائية سنان اللبن فيه سكر اللاكتوز اللي كمان يتغزى عليه الخميرة فبيتالي يديني زيادة فيه الحجم كمان اللبن لو انا ضيفته بيرفع من القيمة الغزائية للمنتجات بتاعتي ايضا بيزيد من نعومة وطراوط المنتج ويدي لمعان لمنتجات العجل والمغبوزات دي من ضم فوايد او ادوار اللبن في العجل والمغبوزات تعان نشوف مع بعض كده اللبن تأثير على اللبن على سقيلة مكتومة ده لو انا زودت كمية اللبن شأنه شأن الماء شأن البيض لو انا زودت نسب السوائل وتكون اللبنة معجنة واحد استعاجهم بمجرد ترك الفرن ده كلام ده امتى لو انا زودت لكمية المنصوصة عليها لو انا قللت للمصطر الكمية المنصوصة عليها اه يكون الحجم صغير لاني كمان مش هيدين تكوين غاز بشكل جيد هيسبب لي حالة البيات سريعا فيه الخبز اللي موجود عندي تعاني نشوف مع بعض تأثير الدهون الدهون من ضم المواد الخامل المستخدمة فيه العجل والمغبوزات بتديني ليونة ليه العجل والمغبوزات تراوى دي العجل والمغبوزات لمعان دي العجل والمغبوزات لكن قد بالك لو انا زودت الدهون عن الحد اللازم هيحصل نفس تأثير السكريات ويحدث هبوط من المتصف في بعض المنتجات مثل صناعة الايه صناعة الكيك في حالة الزيادة يصعب حمل الدهون ايضا مثلها مثل طبعا السكريات وتكون القشرة سميكة زيتية وفي حالة النقص يفئد المنتج التزاجة سريعا وتقل الهششية كما ان القشرة تكون ذات لون بات ده كده تأثير كل من طبعا السكر واللبن والدهون سؤال اخر بقول لي قسم مكونات العجل بالنسبة الى وظيفتها يعني ايه بالنسبة الى وظيفتها لما كنت بقول ان عندي منتجات بيدخل فيها خامات عايز يقول لي ببساطة الخامات اللي بتدخل دي قول لي وظيفتها ايه في عملية التصنيع رقم واحد لما قول لي وظيفة الخامات في عملية التصنيع وقسمها وقسم منتجات تبقى الوظيفة الخامات اللي موجودة عندي فانا اقول له في حاجة اسمها مكونات مسؤولة عن الصلابة وهيكل العجين مكونات مسؤولة عن الصلابة وهيكل العجين ايه الصلابة وهيكل العجين ده بيجي منين بيجي من نسبة البروتين اللي هيكون الجلوتين الشبكة الجلوتينية اللي بتديني شكل وحجم العجين انا بعمل مثلا فينه فلوه شكل وحجم بعمل بصومات له شكل وحجم بعمل بسكويت له شكل وحجم اللي بيدين الشكل والحجم ده الشكل الصلب ده والحجم ده هو عبارة عن البروتين تب يجي منين البروتين يا مصدر ايه الخامات المسؤولة عنه خامتين الدقيق والبيط تاني الدقيق والبيط يبقى اول حاجة مكونات مسؤولة عن الصلابة والهيكل بيمثلها الدقيق والبيط الدقيق ليه عشان نسبة الجلوتين فيه بتصل من 9 الى 14% ايضا البيط ليه عشان موجود فيه الالبيومين والجلوبيومين اللي بيحصلوهم عملية تخصر على درجة 60 درجة مقوي عند التسويق وبالتالي هيديني ايضا الصلابة اللي موجودة الهيكل بتاعي يبقى تعالوا شوف مع بعض كده الاجابة اول مكون من المكونات عندي او مكونات مسؤولة عن الصلابة ايه هي يا مصدر ايه تلك المكونات التي تكون الهيكل والاطار الذي يحمل المكونات الاخرى في المنتج بتاعي اللي هي عبارة عن الدقيق والبيط فيه مكونات اخرى اه فيه مكونات اخرى المكونات التي تضاف على الدقيق طبعا اكيد اسناء التصنيم مش كل العجان عبارة عن دقيق وبيط اكيد فيه خامات اخرى مضافة زي السكريات زي ملع الطعام زي الدهون زي بعض انواع الدهون الاخرى او ايضا بعض انواع مكسبات الطعام والنكر ايه اللي هيضاف ده او يحمل عليه بيحمل على الهيكل الاولين او الهيكل او الاطار بتاع العجان الهيكل المسؤولة عن الصلابة يبقى مكونات مسؤولة عن الهيكل ومكونات تحمل على الهيكل بتاعي ده على الدقيق ده تضاف على الهيكل بتاع الدقيق ده اللي من ضمنها السكر اللي من ضمنها الزيوت اللي من ضمنها الدهون اللي من ضمنها مكسبات الطعام والايه والنكر تعال نشوف كده مع بعض تلك المكونات التي تحمل على الدقيق زي السكر زي السمن زي اللبن زي الفكهة زي مهد النكهة ويقلون دي تاني مكونات اللي هي المكونات التي تضاف على الدقيق طيب فيه حاجة تاني يا مصر اه فيه فيه مكونات ايضا مسؤولة عن ادخال الغاز او عن عملية التهوية اه ايه بقى يا مصر اللي بيدخل لي الغاز والتهوية او قلت لك فيه اكتر من حاجة رقم واحد السكريات لو انا هضيف خمير لو انا هدخل غاز عن طريق الخمير فالخميرة محتاجة مصدر سكري تتغز عليه موجود فين موجود في السكر رقم اتنين المواد الرافعة الكيميائية رقم تلاتة الخميرة نفسها يبقى تلات حاجات مسؤولين عن ادخال الهواء داخل العجان او تهوية العجان او ادخال الغاز داخل العجان يأمى السكر يأمى الخميرة معاه يأمى المواد الرافعة الكيميائية تعالوا شوفوا كده مع بعض هي تلك المكونات التي لها تأثير على القوام الهاش اي ممكنها انتاج الغاز في العجان زي ايه مصدر زي الخميرة المواد الرافعة الكيميائية ايضا السكرات طب هو كده يعتبر خلص لأفواد الجزء اخر اسمها مكونات مسؤولة عن كتم العجان عن كتمة العجان لو انا مش محتاج عجان فيها نسبة غاز عالية مش محتاج مسمية عالية فانا بضيف مكونات من شأنها كتم العجان على رأسها اكيد السوايل طب ايه السوايل اللي بتضاف يا اما الماء يا اما اللبن او لو انا هضيف واستعد عنهم بجزء من البيت لكن غالبا المكونات المسؤولة عن كتم العجان هي اضافة نسبة كبيرة من الماء او نسبة كبيرة من اللبن تعالوا نشوف المكونات المسؤولة عن كتم العجان هي تلك المكونات التي لها تأثير على احداث القوام الغير هاشة مش هتسمح بتكوين الغاز زي اللبن وزي الماء ولو استبدلت بجزء من البيت سؤال اخر اذكر الغرض مما يأتي اضافة حمض الستريك في صناعة الحلوة الشرقية شأنه شأن نفس السؤال اللي انا بتتكلم فيه مادة صناعات الغذائية يعني حتى ايه موجود في باب الحلوة الشرقية في مادة العجال والمجزات وهتلاقي ايضا موجود في مادة الصناعات الغذائية في الوحدة الاولى ووحدة صناعة الحلوة الطحنية جيب معه موجود في الوحدتين هقول لي وانا بضيف لحمض الستريك اه كلنا نعلم تماما ان دوره او له تأثير مصبت لنمو المكربات فله دور حافظ ولكن في الصناعات اللي فيها نسبة عالية من السكريات الهدف الرئيسي من حامل اسفريك هو عملية منع التسكير وهي ايه مصطر اللي هي عملية الترميل اللي هي عملية ارتداد السكريات الاحدية الى سكريات صناعية مرة اخرى انا غالبا حتى لو ما اديك بالشكل الدرج والبلدي حضرتك ماما في البيت بتعمل البسبوسة فانا بتعملها سيرم شرباط الشرباط ده عبارة عن ايه مصر عبارة عن سكر وبعد ما بترفعه على النار في نهاية عملية التسوية بتحصر عليه نص لامونة اللي هو ملح الليمون اللي انا بضيفه من بره اللي هو عصير الليمون اللي هو حمض السترية هي بتضيفه ليه ولو سألت ماما طبعا مش فنية لكن هتقولك لو انا غبت الشرباط ده وسبته يبرد بره فترة هيحصل له عملية ايه عملية بلوار وتسكير ترميل احنا هدفنا هنا في حمض الستريك ان انا امنع عملية الترميل دي بيعمل ايه حمض الستريك بيعمل احلال مائي بالاحماض للسكر السناي الى جلوكوز وفراكتوز ده الهدف الرئيسي ليمنع عملية او ظاهرة التسكير تعالوا نشوف كده مع بعض وذلك بغرض تحليل السكروز اثناء الطبخ وتحويل الى سكر محاول يعمل عدم تكوين بلورات كبيرة الحجم وتسهيل عملية التصنيع والتشكيل ومنع ظاهرة التسكير هي دي اهم مميزات اضافة حمض الستريك ان انا امنع البلورات وكمان امنع عملية ايه عملية التسكير ده جزء مهم جدا من اضافة حمض الستريك ايضا منساش انه كمان له دور حافظ لانه له دور مصبت على الايه على نمو الميكروبات تعالوا نشوف السؤال الاخر علم لمات اضافة حمض او حمض الاسكروبك للعجائن هو انا يا مستر كنت امتى بضيف حمض الاسكروبك للعجائن اذكرك هو كاليبن كان بينضاف في الطرق العجن المستمر ثاني في طرق العجن المستمر هو كنت ليه بضيفه في طرق العجن المستمر يا مستر هو غالبا بينضاف في الطرق دي لانه ما بعملش عملية تخمير باضافة الخميرة او ادخال جاز بمواد الرفع الكيميائي في الطرق المستمر انا غالبا بدخل جاز الاكسوجين نتيجة عملية الضرب القوي والشديد من زراع العجن وبالتالي عندي نسبة اكسوجين هتبقى عالية جدا في العجن اللي موجودة عني طب هي تأثيرها ايه يا مستر اه تأثيرها انها هتعمل اكسدة للصبغات اللي موجودة في الدين اللي موجودة عندي وبالتالي مش هتديني اللون الاصفر ازادي اعمل ايه احل المعدولة دي ازادي يا مستر ان انا اضيف حامض الاكسكروبك حامض الاكسكروبك بيحصل له عملية اكسدة هو اللي بيمتص الاكسوجين ازادي اللي موجودة عندي ويتحول لحمض دهيدرو اسكروبك ويمنع تلف الصبغات يبقى انت كده عرفت العلة ايه وامتى بينضاف هو بينضاف غالبا في العجن اللي هي المستمر او طرق العجن المستمر لان فيه نسبة اكسوجين عالية فهتأكسد الصبغات فهتديني لون مخالف للون الزهبي المعروف في العجن امنع ده ازاي وحس اللون المنتج ازاي اضيف حامض الاكسكروبك ووظفته ايه هيستقبل الاكسوجين ده وهتأكسد الحمض دهيدرو اسكروبك وبالتالي هيمنع تلف الصبغات نتيجة نشاط انزيم اللي باكسوجينيز تعالى نشوف كده مع بعض هيقولي بيعمل حامض الاكسكروبك كمادة المضادة طبعا الاكسده بيعمل تحسين جودة الدقيقة اكسد الحمض دهيدرو اسكروبك يبقى استقبل طبعا الاكسوجين الزائد فيمنع تلف الصبغات الطبعية نتيجة النشاط نزيم اللي باكسوجينيز فيحسن من لون المنتج اللي موجود عندي وما يدينيش لون مغير عن اللون الزهبي المعروف عن العجن بتاعتي علل لي ما ياتي تفضل الطريقة الاسفنجية عن الطريقة المباشرة في إنتاج عجان التوست وخبز الهنبولا تاني السؤال ده هيجيلك على شكلين هيقول لي فرق ما بين الطريقة الاسفنجية والطريقة المباشرة او يفضل استخدام الطريقة الاسفنجية عن الطريقة المباشرة ادي السقطير طب ايه الفرق في الاجابة لو قال لي مباشر قارن ما بين الطريقة الاسفنجية والطريقة المباشرة فانا هنا مجبر ان اقول له مميزات وعيوب كل طريقة تاني لو قال لي قارن ما بين لي اتنين فانا هنا مجبر اقول له مميزات الطريقة الاسفنجية وعيوبها ومميزات الطريقة المباشرة وعيوبها لكن لما يحدد ويخصص يقول لنا ليه بفضل طريقة او الطريقة السفنجية عن الطريقة المباشرة في خبز معين زي الهامبورجر يبقى بالذاكرة ارجع وايه اللي بيميز خبز الهامبورجر انا عايز خبز طري ناعم زو حجم جيد مسامية وهاشاشية جيدة وبالتالي هنا انا بفضل الخبيز او التصنيع بالطريقة السفنجية او العجن بالطريقة السفنجية لان هي الطريقة دي الامثل والافضل اللي تديني لبابة جيدة تديني مسامية جيدة تديني هاشاشية جيدة يبقى انا هنا عندي سببية في نوع المنتج اللي موجود عندي لازم اتذكروا السببية دي عكس لو قال لي قارن بشكل مباشر ما بين الطريقة السفنجية والطريقة الواشرة غالما هتلاح سؤالين موين تعالوا نشوف الاجابة بالطريقة دي شكلها ايه لانا تفضل الطريقة السفنجية عن الطريقة الواشرة في انتاج عجان الطوست وخبز الهامبورجر يبقى انا مطالب ان انا اتكلم في صلب الموضوع مضمون موضوع خبز الهامبورجر فقط يبقى بقولوا ذلك لانا الخبز الناتج يكون اكبر وافضل من حيث الملمس والشكل والبابة يو ده تفضيل لها عن الطريقة المباشرة في صناعة خبز الهامبورجر سؤال اخر اعلى اللي ماتي تفضل طريقة شارلي وود في انتاج الخبز بالطريقة المستمرة ليه يا مستر ما كانت جاية في اكمل وانت شفتها في اكمل ايه انا ما بحتاجش عملية ايه يا مستر ما بحتاجش عملية تخمير يبقى اذا انا من ضمن المميزات او بخاني افضل طريقة شارلي وود ان طريقة شارلي وود بتوفر في الوقت ومتحتاجش عملية تخمير يبقى ديه سببية تفضيل طريقة شارلي وود تعالوا نشوف كده مع بعض الاجابة وذلك التكوين العجن في وقت قصير جدا خلال عجن ميكانيكي مكسف وبالتالي عجينا النتيجة بعد ذلك لا تحتاج لعملية ايه الى عملية تخمير قللت الوقت ومش محتاج عملية ايه عملية تخمير سؤال اخر ما هي المعايير التي يتوقف عليها اختيار طرق العجن المختلفة ايه هي المعايير يا مستر يعني ايه ها مستر وصل هاي براح انا بقولك امت ايه الحاجايات العوامل اللي تقول لي استخدم طريقة حيوية ولا طريقة ميكانيكية ولا طريقة كيميائية طب استخدم حتى في الطريقة نفسها لو انا بشتغل بطرق حيوية هشتغل بخميرة هوت هدخل الخميرة عندي ايه اللي يخلين اقول استخدم الطريقة المباشرة واستخدم الطريقة السفنجية اوفضل دي عن الطرقة دي ايه العوامل بقى المعايير اللي انا اقول اخد بالطريقة واشتغل بالطريقة دي قلتلك في اربع عوامل تقريبا باستخدمهم عشان افضل طريقة عن اخرى على رأسها حجم وامكانيات المصنع اللي موجودة عندي فانا لو عندي حجم امكانيات المصنع كبير جدا فممكن مثلا استخدم الطريقة السفنجية تناسبها هذه الطريقة لكن لو انا عندي حجم امكانيات المصنع قليلة ما اقدرش اشتغل بالطريقة السفنجية عايزة عدد كبير من عمالة وعدد كبير من الادوات وقت طول واجهزة ومعدات فانا هتطر استخدم الطريقة مباشرة بحجم امكانيات المصنع كمان نوع المنتج نفسه فلو انا عايز منتج جاية في اللبابة والملمس والهشية ويدخل الغاز فانا هشتغل بطريقة مثلا زي الطريقة السفنجية هابديك مثلا مثلا على الطريقة الطيبة وبالتالي لو انا مش عايز الجزء ده من الملمس فانا ممكن هشتغل بالطريقة المباشرة كمان حجم العمالة اللي موجود في المصنع عندي طريقة المباشرة مثلا سهلة بسيطة فانا ممكن هستخدم فيها عامل او اتنين لكن في الطريقة اللي اسفنجية ماحتاج حجم كبير جدا من العمالة ايضا من ضمن الحاجات المهمة كمان انا قلت نوع المنتج، وقلت كمان الطريقة او حجم وامكانيات المصنع انا هستخدم طاقة كبيرة فانا ممكن هستخدم الطريقة الاسفنجية التطريقة المباشرة بتوفر فى الطاقة المستخدمة يعني شوف كده مع بعض اول حاجة حجم وامكانيات المصنع فكل ما يكون لدي الحجم والامكانيات المصنع كبيرة فانا ممكن استخدم طرق مختلفة عن الطرق الضعيفة او الطرق المباشرة مثلا الطاقة الانتاجية يعني المصنع هنتج طن ولا هنتج شكار 50 كيلو فلو انا هنتج طن فانا محتاج طرق معينة لو هنتج شكارة صغيرة فانا محتاج طرق معينة ايضا عدد العمالة اللي موجودة بالمصنع عندي فاناو عندي عمالة كتيرة فانا استخدم طرق معينة لو عندي عملة قليلة هستخدم طرق معانا في عملية العجن. ايضا من ضمن حاجات المهمة النوع المنتج نفس هو اللي حدد لي طريقة العجن. بقى دي معايير انا باستخدمها وقدر اقول بناء عليها. انا هستخدم احدى طرق العجن المختلفة. اصلا كده طرق حيوية او طرق ميكانيكية او طرق كيميائي. تعال نشوف سؤال اخر. اذكر مميزات كل من اه ده سؤال مباشر بقى سواء بالمقارنة او المميزات. اذكر مميزات كل من الطرق المباشرة والاسفنجية في تصنيع العجن تعالي نشوف بقى كده كل طريقة. مميزات الطريقة المباشرة لانتاج العجن. رقم وحد. بيرده ذكرني بسرعة مصدر الطرق المباشرة. الطرق اسمة الطرق المباشرة طرقية البagitش الوحد او الدفعة الوحدة. عشان ما تطلق بطر. طرقية المباشرة طرقية الباجتش او الدفعة الوحدة. يعني يه الدفعة الوحدة يعني بحط الخامات كلها مرة واحدة واعمل عملية العجن بتاعي وغالبا انا قلت لك ان الطريقة المباشرة الخامات فقيرة المنتجات دي بتبقى خاماتها فقيرة يعني تقريبا مكونين او تلاتة حد اقصى اربع مكونات يعني بستخدم تلاتة او اربع مكونات تلسة نشوات دي على شوات مية على شوات زيت على شوات ملح مثلا او شوات سكر بتبقى خاماتها قليلة خاماتها فقيرة يبقى طاردة الدفع الواحدة ان انا بضيف كل الخامات مرة واحدة وخالبا منتجاتها او عدد الخيمات المضافة ما مفقاش كبير دي اسمها الطريقة المباشرة طيب ايه مميزات بقى ان انا اعمل ده رقم واحد انا بوفر في حجم وامكانيات المصنع اللي موجودة عندي بوفر في الطاقة المستخدمة اللي موجودة عندي بوفر في الوقت اللي موجودة عندي دي كلها مميزات في الطريقة المباشرة نظر لانها طريقة الدفعة الواحدة اللي موجودة عندي تعالوا شوفوا المميزات بتاعتنا كده اختصار زمن العجل لان انا بعملها مرة واحدة انخفاض عدد العمالة مش محتاج عمالة كتير في عملية التصنيع طبعا قلة الامكانيات المطلوبة لو انا بشتعل على مجال داية او معمل صوير فانا مش محتاج امكانيات كبيرة في الطرق المباشرة انخفاض كمان الطاقة الانتاجية اللي موجودة عندي او انخفاض الطاقة المستخدمة في عملية التصنيع غالبا متستخدم في المخابس الصغيرة يبقى دي مميزات الطريقة المباشرة لا انتاج العجاج. الطريقة السفنجية فكرني بيه عشان اعرف ميزاتها مصر. طريقة السفنجية عبارة عن دفعتين. ما بشغلش على الدفعة الواحدة. بعمل عملية تمهيد الاول بضيف ربع الخامات اللي موجودة عندي من الدي. ايضا ربع او كمية من الخميرة اللي موجودة عندي. او كمية الخميرة اللي موجودة عندي. مع جزء من السكر مع جزء من الزيوت. وسيء وبيف جزء من الماء. وكون عجينة موجودة عندي. وبالتالي انا ما بكون العجين عندي بسيبها فترة من الوقت. وارجع تاني بعد معمل عملية تخمير ديها واسيبها اخد بقى المكونات واعجنها مع بعضها واضف لها جزء واخد الجزء الاولان اللي حصل له عملية تخمير واضيفه اسناء المرحلة التانية. فبالتالي من ضمن مميزات الطريقة دي رقم واحد هتقللي في كمية الخميران مضافة لان انا بعمل عملية تخمير اولي. رقم اتنين كمان هتديني ملمس جيد للخبز اللي موجود عندي. كمان تناسب الطاقة الانتاجية العالية. تناسب المصانع الكبيرة. دي مميزات الطريقة الايه? الطريقة الاسفنجية. يبقى تناسب المخابز الكبيرة او المصانع الكبيرة. انخفاض كمية الخميرة لان انا بعمل عملية تخمير اولي. يمكن تخزين العجينة في حالة انقطاع الطيار الكهرابي لانها استخدمها كخميرة للعجينة الاخرى. حجم الخبز الناتج بيكون اكبر وافضل من حيث الملمس والشكل واللوبانة. سؤال الاخر غالبا ممكن نختم بالسؤال ده الحلقة بتاعتنا. بيقول لي علي اللي ما ياتي يفضل استخدام الماء الساخن عند صناعة المكارونة اثناء مرحلة العدل. خد بالك. في اجابة السؤال ده على الاخص. برضو له نوعين. لو قال لي بيفضل استخدام ليه فانا هدخل في صلب الموضوع والمضمون بتاعي. لو قال لي قارن ما بين المكارونة المصنعة البارد والمصنعة الساخن. يبقى انا هذكر كل شيء عن تفاصيل اضافة الماء البارد واضافة الماء الساخن. سواء في درجة الحرارة. سواء في عملية التشكيل. سواء في لون العجينة اللي موجودة عندي. سواء في حدوث اه التعجن او سواء حدوث تعجن استعماليات الطهر. او التخزين لو المكارونة هتصاب بالدود. يبقى انا في المقارنة هذكر كل حاجة. لكن لما يقول لي يفضل طريقة على طريقة. يبقى انا هنا هدخل في صلب الموضوع. زي بالزبط في الطريقة المباشرة والطريقة السفنجانة. او تلك برضو كان لها اجابتين. لو يقول لي مميزات او قارن. هقول لي مميزات وعيوب. لو قلي انا بفضل الطريقة دي عن الطريقة دي ايه في خبز معاه فانا هقول له صفة المضمون بتاع الخبز بس. هنا ايضا لو قال لي المكارونة على البارد او الساخن. يبقى انا قلتلك العوامل اعشان بتنساهاش. هتقل لي الماء درجة حرارة وكام. هتقل لي عملية التشكيلية بشكلة. هتقل لي العجينة لونها ايه? هتقل لي عملية التعجن بعد عملية طهي شكلية تقول لي لو هي بتخزن وتصبت دود ولا لا فانت هتول هنا ايه وهنا ايه لكن الاجابة عندي هنا بتبقى في المضمون تعالشوا في المضمون وذلك لان انتاج او الانتاج عجان طرية اكسر ليونة يسهل دفعها باستخدام ضغط منقفض نسبيا اثناء عملية التشكيل وتقليل الوقت اللازم للصنع داسمو صلب المضمون بتاعنا اعتقد ان بنهاية الاجابة بتاعتنا في السؤال ده بنكون تقريبا وصلنا الى نهاية حالة اليوم اتمنى ان يكون كل مشاهدين وابنانا الطلبة استمتعوا معنا على قناة مصر لي التعليم الفني كان معكم الاساس نبيل عبرووف معلم خبير الصناعات الجزائية ارجوكم ابقوا معنا